السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على خير وقلق الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن ولا اهلا بكم في جزء ثاني من شرح برنامج داونلود مانجر من ضمن سلسلة سنة قولة كمبيوتر برعاية موقع تعلم وحدثكم ابراهيم عبد الحميد جميلة مصر عبية ارقام التلفلات موضحة امامكم زو 16 57 229 زو 17 552 27 26 learnonline1.gmail.com firegroup.yahoo.com كنا كلمنا في جزء الاول من برنامج الانترنت داونلود مانجر عن اهم الخواص اللي موجودة فيه المرة هذا سنتقدر شرح البرنامج باقي نشرحه تقريبا شرح كامل يعني نشرح كل الخاص اللي فيه تقريبا شرح يعني ليس كامل طبعا الكمال الاولاده هنقول اه شرح وافي يعني شرح كافي لاستغلال البرنامج استغلال سليم يعني انك تبدأ فعلا تستفيد بالبرنامج فكنا بنحمل من موقع اسلاموي هنقول مثلا انا حمل صورة ايه عايزين صورة كبيرة شوية طب بلس الشيخ مشاري عشان حملنا منه كتير ايه عايز يعني ايه عدد صور اكبر هروح لو قرآن الكريم طبعا انك مني المصحف المعلم شيخ مشاري الجزء ايه جزء التاتيم من قرآن بس انما لو ففرضنا انا مثلا هروح لمثلا ايه شيخ محمد ايوب هنجيب بقى صورة كبيرة زي صورة مثلا البقرة اضغط على البقرة طبعا مساعتها هنا مساعة الملف نسينا نقولها 26.71 يعني 26.71 ميجا بايت فلو تريد بدء التحميل هو ببدء يحمل ايه قدامي في ايه شوية حاجاتها نسيت اقولها هنا مواصفات النافذة اللي هو بيحمل فيه او الحاجات اللي موجودة فيها هي ايه الحالة يستقبل بيانات يعني هو الوقت قاعد بيحمل بيعمل دون لود لو قلت له يقاف هلاقي الحالة دي تغير دي حاجة تاني حاجة فهو الحالة مكتوبة وجد انه هو بيحمل ايه او بيحملو منين بيحملو منين بيحملو من دون لود من قرآن من اسلام وي من قرآن تلاتة من خلاص؟ فهو بيحملو من مكان معين او بيو ار ال ده هو ال يو ار ال بتاعه او اللينك انها محمل منو اسم الحاجة اللي بتتعمل فوق النسبة المقاوية اللي هو حملها تحمل تسعة فالمية عشرة فالمية infernumber عادي يزيدهم خلاص؟ دي حاجة لانه ارغيز يقول لي الحالة يقاف تمام بدء بدء من هنا يعني استكمال التحميل برضو هيستكمل اللي كان اللي كان بدء خلاص فهو بيحمله فبيقول لي حجم الملف يبقى حجمه الاصلي اللي هو ايه حجم الملف ستة وعشرين المحمل حجم الملف كله على بعده ستة وعشرين ميجر طب هو حمل كم حمل لحد دوقتي تلاتة ميجر منه او تلاتة ونصة خلاص كان في المية من الموضوع ده بقى كان في المية اربعتاشر في المية او خمسة اشار في المية يبقى ده الحجم الملف كله على بعده الشوية اللي انا حملتهم قد ايه كام في المية اللي انا حملتهم دولت معدل النقل اللي هو لما هنجيب جزء الانجليزي ترانسفير ليت ريت ترانسفير ليت سريعة سريعة اللي احنا بسميه سرعة اللي يعني ايه سرعة دون لوت يعني انا عندي سرعة للجهاز او ناو الخط انت ناو محمله غيرmeric اا سرعة ناو سرعة سرعة النت نفسه يعني سرعة السرعة العادية بتاعة سرعة داونلودي بيتبقى اا نسبة من السرعة كليية يعني مبتبقاش صرعية مية بيبقى عشرة منهم دولود. لو نبقى صرعية مية مش عشرة من هم مخصصين للدولود. لا يبقى صرعة دولود عشرة في المية. فتبقى. تبقى الصرعة عادية. لاسف. فتبقى الصرعة عادية آآ عشرة من المية. خلاص? الوقت المتبقي يعني فاضل الدقائق على دولود دي خلاص فابقول لخمس دقائق واربعين سنة. في حاجة مهمة جدا بقى هنا. هي اللي توضح ليه? وانا بحمل من موقع مباشر او من موقع عادي ولا من موقع اللي هي امكانية استكمال تحميل. هل نقدر احمل ايقاف? واستكمل التحميل براحتي. فهو ايلي نعم امكانية استكمال التحميل نعم. يبقى انا اقدر اوقف في الفيديو ده وطف الجهاز وايد ولا ايه موجود. احمل فيه شوية تانين. وطفي وايد ولا ايه موجود. عادي. او النط يقطع. ارجع اكمل تحميله. او اي كهرابا تقطع. ارجع اكمل تحميله. عادي. مشكلة. الشوية اللي انا حملتهم اللي هم خمسة و تتتين في المية دولت مش هيروحوا خلص. مش هيروحوا من عندي على الجهاز غير لو انا حزفتهم. الكهرابا تقطع على النت يفصل اي حاجة. بالنمج انت دولت مش هيروحوا بيسايف الموضوع ده ويحمينا من موضوع ده انه بيعمل لي امكانية استكمال التحميل. خلاص. بس لازم الموقع يكون بيدعم امكانية استكمال التحميل. في مواقع تانية تلاقي موجود هنا لا. يعني الموقع دعم مثلا انت او بتحمل من رابد اشهر اشهر مواقع على النت. او من الفور اشهر او من زيد اشهر او من اي موقع من موقع او من اغلب حقيقة بعضهم يدمع استكمال التحميل. بس من اغلب موقع او من موقع التشيرنج ديت هتلاقي موجود استكمال التحميل لا يعني مش هينفع تكمل التحميل بمعنى بمعنى انك لازم تحمل الفيديو من اول وجديد. يعني انت وصلت تسعة وتسعين في المية. ووقفت الفيديو تيجي تحمل يقولك لا لازم تبدأ من الصفر تاني. رغم انك قصة تسعة وتسعين يوقف ويقولك تحمل من اول وجديد. انما هنا لو قفت في اي مكان تحمل. لو انك قد استكمل تحميل نعم. انما لو لا ما فيش. لازم تحمل من اول وجديد لو وقف. خلاص? تمام. بس اقوله طبعا احنا بنلجي الموقع التشيرنج ديت لسبب وجه جدا هو ان احنا مش عارفين نودي الحاجة بتاعتنا فين عنت. فعملونا موقع التشيرنج نحط على الحاجة ونوديها لمختلف المستخدمين اللي احنا عايزين نوديها له. كويس جدا. انا اقول له الغاء. فيبطل يحمل صورة البقرة. نجي هنا نكمل احنا كنا بنستخدمه وصلنا لقيمة ملف. لو علمت على واحد فيهم هلاقي بالخاص بتاعته. ممكن اعمله ازالة. يعني اعمله اللي هي حاسف يعني لو انا عايز احزفه. ممكن اعمله تحميل انا يعني بدأ احمله. خلاص يبقى ازالة هيحزفه. هيقول انت عايز تحزفه اقول له ياس. ماشي. ممكن على الموحدة تانية يقول له ايه? تحميل انا. هيبدأ احمل في ايه في الجديد ده. في الاول بيجيب لي اتصل هنا وبعدين بيجيب لي استقبال البنات. فانا اقول له وقاف. وبعدين اقول له لغاءها. بقى كده موقف. الحاجات اللي قدامي دي برضك نقولها بالمرة اسم الملف ده اسمه. يعني ازا كان رقم ازا كان اسمه العادي اي حاجة. الحجم ده حجم على نت. الحجم اللي انا عايز اوصله. ده الهدف بتاعي. ده التارجل. الهدف بتاعي. كزا كيلو كزا ميجا عادي. الحالة يعني انا محمل ايه منه? سبعتاشر في المية. الوقت المتبقي تمنتاشر سني. معدل النقل لو انا بحمل معدل النقل ده بلاقي ايه ايه? ظاهر لي. مثلا اه اربعين كيلو بايت اربعين اه اربعينها وحقا مش كيلو بايت وحقا كيلو بيت. يعني انا بعمل دونه ده. ده كاف بي. كاف بي يعني كيلو بيت مش كيلو بايت. خلاص. ايقاف. في النت كيلو بيت. انما في لعو الجهاز كيلو بايت. في النت كيلو بت انما على الجهاز كيلو بايت. النت الواحدة بتاعته البيت مش. مش البايت مختلف عن الجهاز. يعني الواحدة رئيسية في النت البيت مش البايت. تاريخ اخر ما حاولها يعني ا mà strikes اخر مرة حاولت تعمله فيها دهالنوط. الحاجات ده ممكن بعضها يبقى اظهار عندك ومنكم بعد نهاية الظهر سنرى حالا ازاي تصير الوصف هو ده البرنامج ده برنامج ايه فابقولي برنامج ايه اه اه اثنين وثانين كيلو بايت اا بير سكند يعني اا محتاج اا 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 كل ثانية ان هو بيصدر للجهاز لعملية المعالجة ان هو بيتعالج اثنين وثانين كيلو بايت بير سكند طبعا كل ما النسبة دي بيزيد كل ما هو بياخد من طهة الجهاز ومن ضدته اكتر خلاص الهيرتس بتاعته وطوله زمن يعني قاعد قديه طبعا بتختلف من برنامج من قصد من حاجة انت بتحملها من اي حاجة لحاجة التحميل ممكن اقول له حسف الملفات المكتملة فلو فيه ملفات مكتملة هيحزفة يعني فيه ملفات خلص خلاص بيحزفة الجدول جبنا الجدول قبل كده وعرفنا ان من الجدول بختار هنا الملفات في قمة نظهر وبقول له احمل مسلا عشر ملفات مع بعض وبعد نقول له تطبيق وبعد نقول له بدء لان يبدأ يحمل لي فيهم عدد عشر عشر سوف يحمل واحد واحد سوف يحمل اثنين 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 الجدولة سيقول لي بدء التحميل مع بدء تشغيل ايد ام صحيح يبدأ يبدأ لي التحميل مع بدء تشغيل ايد ام ها حقول لنا هذا مش مهمة اذا الف觉 لا تاخده ان fail اثنين سوف يDBElججاء هذا Алеي لان كنت هذا يعني هذا على ان يبدأ رح있يمي هذا يعني هذا ك Help بدء التحميل عند يعني ابدأ أحمل في معاد معين الجدول الشغال وهنا الطعreet في هذه الحالة فاTex فحيني يعني هنا switched SHAP يا ابدأ تحميل؟ بوادع؟ هل واضح؟ weight يمكن أن تحميل عندما تحمل calculus هانPS ممكن يوميا في ايام كذا اعلم مع الايام اللي انا عايز احمل صح. طبعا احنا بيتشير كل الكلام ده انت بتحمل الوقت ما انت بكون قاعد عالجهز وخلاص. ده المستخدم من عاعدين. انما لو جهز الظروف معينة عايزك تحمل في معاد معين او الجهز يحمل لوحده في معاد معين خلاص. زبط الموضوع ته بيعمل جدولة وبيعمل له جدولة وبنقي سكيدولة اللي انت عمله ده او الجدولة اللي انت عملها ده هيمشي على الجهاز. الجهاز هيبقى. سيبدأ يحمل في المعادل اللي انت قلت له عليه. ده هو شغال الجهاز بتاعك عطول. ايقاف التحميل عند. بدأ بدء التحميل. يعني ده الستارت ده الان. انك هتحمل مثلا ان احنا ده متفق مع الراجل اللي انت بتحمل معه او اللي انت متفق انت تحمله مع بعض. الجهاز بتاعك شغال عطول. فهتقول له احنا نبدأ انا هبدأ احمل في المعادل الفلاني الساعة 10 وخلص الساعة 7. طب عدد محاويات عدد محاويات لكل مرة اذا فسن التحميل. لو انا لو الجهاز بيحمل واحد. يعني لو الجهاز بيخلص فيديو بيخلص ملف يحمل في تاني. خلص ملف يحمل في تاني. ممكن فيه في الوسط ملف يفشل. طب نعمل فيه ايه فتقول له احاول بقى عدة مرات. فممكن يحاول عشرة. ممكن يحاول مية. ممكن يحاول الف ازوط. مزي ما انت عايز. فاتح الملف عند الانتهاء. لو الملف انتهى افتحه. فضغط من هنا بيقول لي ايه بقى حطه فين ومش عايف ايه الفين اللي سيفه ومش عايف ايه. هل اه افتح الملف ده. فيه خاصية بقى مهمة جدا بقى هنا الناس اللي بتتصل بالجهاز اللي بتتصل بال 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 بالنت او اللي تخلش على النت من خلال التليفون. ففيه خاصية هنا مهمة ان هو اول ما يخلص ده يقطع للاتصال. فوفر لك الفلوس اللي انت كنت كهييه كتبضيحه عليك. في وفير لك الفلوس اللي كتبضيح عليك. قطع الاتصال عند الانتهاء. يعني اول ما ما حلص الحاجات اللي انا بحملها دي او الحاجات اللي موجودة في القايمة الطويلة ديت. قايمة الانتصال ديت. اول ما تخلص خلاص اقطع الاتصال. حلا. فيه خاصية تانية. اول ما تخلصها الخروج من عند الانتهاء. اقفل لي برنامج diem. كانوا موش لا يقفل وصغر وخليه جنب الساعة هنا لا يبقى جنب الساعة أيضا هيبقى ليس موجود خالص يعني هيبقى ليس محطوط في حسابه هناك خاصية بقى وقضي ارواحهم لو انت خارج وعايز تحمل ميت فيلم ميت قصدي ملف من الملفات دي يعني انا بالوقت الخارج مثلا عايز تسيب الجهاز يعمل دولت بعد ما يحمله الجهاز يتشغل لحد ما ناجي لا اعمل لك في الجدولة دي خاصية انك لو عملت هنا وعملت تطبيق طبعا بعد كل دولت لازمة تعمل ابلاي اقاف تشغيل الجهاز انهاء العمليات عند انهاء العمليات يعني اول ما يخلص الدولة كل هذه الحاجات اول ما خلص القائمة الطاولة العريضة اللي هنا دي لان اعملها حسب ما اعايز وعافكة ممكن اقدم في القائمة لو علمت على واحد كده كده بنزله التحت كده وطلعه الفوق كده باشيله من القيبة حسف الموضوع ده من القيبة اعايز احسف واحد كمان اهو اعايز ده تمانية وتسعين يطلع فوق التلعه او تمانية وتسعين نزله كده كده تمانية وتسعين فوق التلعه تطبيق الاول بعدين بدي الان اول ما اخلص تحمله من الجهاز في الاخر هيقفل لواحد وانا مش عاد عني فبلاي ان انتردور مانجر بيتعامل مع الجهاز كأنه شخص قاعد يعني هو مانجر بمعنى كلمة واسم على المسم وهو يدير لك الملفات ويحكم لك فيها ويحكم لك فيها ويحكم لك فيها بكميات كبيرة وطريقة عالية جدا فهو يستحق يستحق المكان اللي هو فيها حقيقة يعني لو جئنا من تحميل كمان قدنا اخذنا الجدولة قايمة الانتظار بتاعتنا قايمة الانتظار الرئاسية يعني هيحصل مزامنة في قايم الانتظار يعني مزامنة يعني قايمة الانتظار مع بعضها يحصل منها مزامنة ولا تشتغل في قايمة الانتظار الرئاسية طبعا احنا غالبا ما شغلنا في قايمة الانتظار الرئاسية خلاص دي قايمة الانتظار الرئاسية خلاص دي قايمة الانتظار الرئاسية ايقاف قايمة الانتظار اقولوا اه ديد وقتين احنا بنحمل في قايمة الانتظار الرئاسية اللي هي عندي اللي انا بحملها دي اه دي قايمة الانتظار اه تمام دي قايمة الانتظار رئاسية هذه فكرة المزمن فأنا جاي جاي من هنا وقول له قائمة انتظار راسية انا مش عايز اعمل مضادة كلها وقال له اقاف الكل وهم جاي هنا من الجدولة هقول له ايه هقول له لو كانت اقاف مش شغالة خلاص باكد انا مش هحمل اقول له اخر خلاص ده التحميل محدد السرعات هل انا احدد السرعات يعني احدد سوعة داون نوت بتاعتي هل انا اقدر اتحكم فيدي اف هل اقول له تشغيل هيحدد للسرع طب هو انا ما تشغيل ما اعملش حاجة هقوم دخلها اعدادات احدد بقى السرعة اقول له ما تحملش السرعة القصوى للملف الواحد ما تحملش في الملف الواحد زيادة عن كذب وممكن علم صاحب فتح المحدد السرعات ده يتفتح مع فتح البرنامج بحيث ان انا ازبط السرعة كل مرة خلاص وممكن اظهار مربع محدد السرعات في الاحية اتخاطهم التحميل كمان وممكن ايه التذكى نقسمنا من الاخير دي هنقول له حاسم شوف دلوقتي لو انا جيت اعمل دونلود شوف يقول له احسن اهو ممكن اصر محدد السرعات زاهر قدامه فاقول له استخدام محدد السرعة هنلاقي ان معدل النقل ما بيزيتش عن عشر اهو لان انا قلته ما بيزيتش عن عشر طب لو شلنا صح معدل النقل يبقى مفتوح هيبدأ يعلق عن كده يعني الانترنت دونلود مجرى بيخيانها تحكم في كل حاجة فهو بيقول لي مزودش سرعة الدونلود عن عن عشر الملف الواحد لو لو عايز استخدم محدد السرعات اهو طبعا لو السرعة عندي اعلى او انا عايز استخدم محدد السرعات اقول له اعدادات اقول له بدأ عشر دي مثلا مية متين حسب ما السرعة عندي بعد كده الخيارات اللي هي الابشن لها الاعدادات بقى دي بقى اللي هي الخيارات اللي هي الابشن لها الاعدادات ده بقى موضوع كبير اولا نحاول انحنا نلموا كده سريعا طبعا تشغيل الانترنت دونلود مجر عند بداية تشغيل ويندوز يعني اول ما الجهاز يحمل حمل الانترنت دونلود مجر اه تشغيل واحدة نماطية من رقابة النقرات بمصفحات اخرى مثل افاندو الامي اس ان وغير اه يعني لو انت بتتصفح ببرامج تانية غير الانترنت اكسبلور طبعا هو عارف ان البرامج الرئيسي عندك انترنت اكسبلور فلو انت عايز تتصفح ببرامج تانية معتمدة على الانترنت اكسبلور هت اه يعني هتخلى الانترنت دونلود مجر شغال معك برضو ولا لا اقوله طبعا اه بدي تحميل علاوين موجودة في حافظة القيم دي بغير الشيء صح من علي لان لو اي حاجة عندي محطوطة في القيمة بحيث ان انا عايز اعملها دونلود هو من غير ما بيستأذننا اصلا بلاقي بي ايه بيعمل لها دونلود فده طبعا بيبطل الجهاز عندي وممكن اقول الحاجات دي انا مش عايز اعملها بس ممكن لو انت الحاجات انت بتحطها عطول في الحافظة دي بتحطها عايز تعملها ايه خلاص علم عليها صح قدامك عدد اه من المتصفحات كل دوات مصفحات انترنت زي الانترنت اكسبور حاجات بتخلينها تتفرج على الانترنت فعندك الفير فوكس والاوبرا والجوجل كروم والاابل سفاري والموزيلا والنت اسكيب كل ديت حاجات انا عايز اه اصلا بالبرامج ديت واشغل معها الاي دي ام البرامج دي اصلا ان انا انا بنزلها ما تحترفش بالاي دي ام بيجي الاي دي ام بيعمل داونلود هي ما بترضاش. بتقول لك لا اعمل داونلود بالآآ لان ما تعمل داونلود بيا بعضها مثلا زي جوجل كروم بيبقى نازل هو بيعمل داونلود هو من ضمن واجبات البرنامج ان هو بيعمل داونلود لكن الداونلود بتاعمهم زي الاي دي ام لانه مش هتخصص فانا هقوم يقول له لا اعلم ضم جوجل كروم بعد ما نزله ان برنامج تقبل لما يجي يعمل داونلود خلاص ما هو عملية اعادة التكامل لكل دي انت كلهم مع بعض يعملوا اعادية التكاون ما بينهم من هما يتفهم مع بعض. لما اي واحد فيهم مخش عن ان انت من عليه. واحب اعمل ده وانت خلاص. اه مدام ال اي دي ام موجود يبقى ال اي دي ام هو اللي يحمل. ودي افضل حاجة. انواع الملفات. دي بدء تحميل انواع الملفات اللي هي التطقية. يعني ان لو فتحت صفحة فيها الملف ده موجود. لينك للملف ده موجود. اه 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 ومعموله يعني اذا اي دي اعطيت الصفحة انا اضطت فيها لينكات في منتدى ومش عارف ايه ويجاب اللينكت من الموقع تاني والمهم ان لينك مباشر على الصفحة والموقع بيتحلل الحصائية دي. لازم من واقعه يكون بيتحل الحصائية. المهم هي بيبدأوا يحملهم في الملفات لوحده. يعني اللي اي دي امي بيحمل ملفات من غير ما اقول له. فا اه اللينكات لو انا عايز احط امتدادات تانية. احطت الامتداد اللي انا اريدها. هو عطل الاشهران من من المتدادات. خلاص? عدم بدء تحميل ايه من المواقع فيه مواقع معينة بكرة. فاقول له ايه لا متحملش من مواقع دي. اه هو احطت ايه احطت موقع هنا هو. خلاص? الافتراضي طبعا ممكن تحرير القيم. اه تحرير القيم اه هو. اضافة موقع معينة انا بحبوش. ما تحملش من عليه. دابلو دابلو دوت اي حاجة كده هو. دوت كوم. الموقع ده انا بحبوش. لو دخلت عليه. وقال لي اعمل دابلو دي انت ما تعملش. لو الموقع ما فيه مواقع بتتأول ما انت تخلش عليه بتخلي قديم يعمل دابلو د. فانت اقول له لا كمان ما تحملش. حفظ ايه اللي احنا بتعود عليه. حفظ باسم بقى. انا عندي بقى كم فئة كزا فئة. عام ومضغوط يعني ملفات المضغوط. اللي هي الورد والبي دي اف والباور بوينت والحاجات زي هون. اه ميوزيك يعني حاجات الصوت اللي حاجات اللي امتقداتها دوت اي اكس اي. اللي هي البرامط. خلاص؟ الفيديو اللي هي الحاجات الفيديو. فانا امسك واحد واحد فيهم واقول له استعراض. حسيفه فين عدس كتاب. حسيفه فين عدس كتاب. حسيفه على الدس كتاب. قد يكون واحد يحفظ الصور في مكان. والملفات اللي هي مش طبعهم خالص. اللي هي العام. فئة عام دي بتشمل ايه? الحاجات اللي مش بذكورة هنا. والحاجات العام في مكان تالت. وحاجات. وفي ناس بتفضل انك اي حاجة سايفة قديس كتب وبعدين تبقى تنال. فلس ده حل وده حل. وبعدين بقول له صح تذكر فئة المسار. يعني عشان المسار بعد كده ما عودش ايه. مش كل ما يجي لحاجة صوت قاعد احفظها. لأ انا احفظهم احفظ حاجة الصوت مرة واحدة بعد كده هو يفتكر على طول لوحده هيسايفة في الحتة اللي احنا متفقين عليه. التحميلات. مش عار تقدم عمية تحميل عرض عادي. ممكن هعمله عرض عادي. ممكن هعمله عرض ايه مصغر او عدم عرض او تصغير للجوار الساعب. اما صغر جنب الساعة. فانا بعمله عرض عادي. عرض مصغر يعني هنصغر ايه اخوippy. عرض ا اي عدم عرض يعني مش يزهر لي اصلا. الاول ما اجي اعمل دونلود. يشوف عدم العرض هنا. شوف اللي يحصل. انا ظهرت كده عمل دونلود. مش يزهل لحاجاته. لا المفروب لا يزهروني لا يمتلك اوكي طبعا اي امر انا انا نفسه اوكي كانو مش موجود اهو عدم عرض شوف هو دوقتي بيعمل دول نود بس مش بيني يعني النفسه بتاعته مش بيني هو هو بيعمل دول نود فاهم بس النفسه بتاعته مش بيني لان رجعنا بقى الخيرات هنا وقوله التحميلات اقوله لا اعرضه قدامي عرض الحجم العادي اقوله اوكي فبعد كده لما هاجي اعمله دول نود طبعا ان اوقفه وقفه كل هنا وبعد ان هاجي اعمله دول نود هيبقى ظاهر قدامي النفسه بتاعته عادي وانا بعمل دول نود هعلم على حد السرعات اعملهم هنا طبعا حد السرعات ده اا بحدش يستخدمه وطبعا يقلل السرعات بتاعته انه بتعمله جده بعد نطوله تحديم حد السرعات اا اعدادات وهنشيل ده وهنشيل ده ونقوله حسنا هي على تويتم ح overcoming ولكن كلها ترجح الوضاعها طبعا خلاص بعض الساعات تفهم بعد غير الخيارات ثانى تحميلة هناك هناك اشعار ببدء التحميلي يعني مس quantitative اللي يعيني انت عايز اه تبدأ في التحميل قول وبطء التحميل او قوله لغاية التحميل فيه شعاب التحميل اللي احنا متعودين عاليا اللي احنا قلنا عليه قبل كده اللي هو بعد ما يحمل اللي يقل انت عايز تفتحها ولا مش عايز تفتحها خلاص لو علمت قداما صح النافذة ده سيأتي لو شيرت الصحي من هنا نفيزة بتاعتي اللي بتيجي لما بيجي يحمل بعد ما يحمل ما بيشي يشجي بدء التحميل اثناء عرض ملفات نحن بشكل فو Spread. يعني انا الكلام ده. يعني اول مضغط على التحميل بيكون هو عبدت. اول مضغط بيكون هو عبدت. ده بيوفر لي وقت. يعني انا انا في اللحظة اللي انا بضغط فيه على البصري. في اللحظة. في نفس اللحظة. هو دي وقت كده بدأ في التحميل. رغم اننا لا�َّ ما قلتوه شيئ. يعني هو بدأ. اهو انا لسَّ ما قلتوه شيئ. اهو الا انه بدأ طبعا أنا عارفت انه بدأ. شوف اول ما هو ابدأ بدء تحميل حالا مش هلاقي بدء من الصفر هلاقي وصل للرقم معين شوف وصل ل 11% وصل ل 11% ازاي ما بدأش من الصفر ليه لان هو طول ما انا كنت اتكلم وليسا قبل مضت كان هو بدء في التحميل فهذه خاصية مفيدة جدا في الانترنت داونلود مانجا تجاهل تغييرات وقت تعديل الملف عند استقناف التحميل لان ما تجي تعمل استقناف تحميل ولعيد تغييرات في في تعديل الملف ما تضعه في الدماء ممكن تعلم ده صح او ممكن مش تعلم خلاص فينا كمان فحص الفيروسات لو انا عندي برنامج انتفيراس عايزه اا اا يتفق مع الانترنت داونلود مانجا بحيث ان البرنامج يعمل اسكان على الحاجة اللي انا بحملها دي بحيث ان هو يطمن ان الحاجة ديت معالهاش فيروسات اا قبل ما انا احملها قبل ما تحطها على الجهاز يكون مطمن ان هي معالهاش فيروسات فيجي اعمل هنا استعراض واقوم داخل على مثلا عندي برنامج الافي جي او مدخل على الافي جي داخل افي جي وبعد اما اختار الافي جي من هنا خلاص واقوم او برنامج الاااا برنامج الانتفيراس لانا حيث ان هو يعمل اسكان على الحاجة قبل ما تتحط عندي على الجهاز نيجي بقى الخاصية مهمة جدا هي عند اضافة رابط تحميل مكرر لو انا جيت احمل حاجة ولقيت الحاجة ديت اللينك نفسه موجود في القائمة ديت موجود في قلب قائمة الان نفس اللينك موجود في حتة قبل كده فاعمل ايه فاقعدني بقى كذا اختيار باختار منهم المناسب اظهر لايحة وايسألني وهذا الخطير العادي بتاعه وليس بسيبه. ان اه 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 زر للايحة اللي هي بتظهر ديت لو انا جيت احمل نفس الحاجة. اه اه هقوله بقى اهمل اللي انت عايز. لا سيب القديم. لا اعمل اه اه اعمل واحد تاني جديد. رغم ان اتنين نفس الحاجة. بس اعمل قديم ده برقم وجديد برقم تاني. دي حاجة. تاني حاجة. لا. اه القديم الغيه. وحطه مكانه الجديد. فهه الديل البديئ اللي موجود. اللي هي اظهار نسخة مطبقة مع اسم رقم من الملف. يعني اضافة نسخة مطبقة. يعني مثلا الملف الاولان كان اسمه واحد. فهو يعمل نسخة زيها بالزبط. هيحملها تاني. بس يبقى اسمها واحد واحد. اظهار اضافة نسخة مطبقة او الكتاب عن ملف الحالي. يعني الملف اللي موجود سيكتب عليه. اظهار لايحة تم التحميل اذا كان الملف الحالي كامل او السناف التحميل. يعني لو الملف الحالي كامل قل لي ان التحميل خلص. كأن التحميل خلص لان انت محمله قبل كده خلاص بعد كده الاتصال لو انت عندك نوع الاتصال ممكن تختار النوع اللي انت عايزه من السرعات والانواع دي كلها بتختار السرعة والنوع اللي انت عايزه طبعا انت لو لو سيبته من غير نوع الاتصال هو الواحد ويزبط نفسه على السرعة المتاحة قدام الوكيل دي التوكيء التكوين الوكيل 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 بس دي بتركولات مختلف يعني احنا كلنا او كل المواقع وكل حاجات يشغلها حاجة اسمها في حاجة تانية اسمها لنوع تاني من المواقع في حاجة اسمها اللي هي اللي بيخش على متقلل بيخش عليه مثلا اصحاب المواقع في بعض النظم بيخش على تسجيل الدخول للموقع لو انت عندك بعض المواقع اللي انت بتعامل معه فتقوله جديد هتقول له اسم الموقع ايه مثلا نفرض الموقع اسلاموي ده ما كانش بيدخلك بباسورد ويوزر فانا اقوم كتب بنواق اسلاموي وي دوت سي او ام وبعد ان كتب اسم المستخدم بتاعي وكلمة المرور وتأكيد كلمة ربي حيث انه هيتأكد ان انا داخل الموقع ده او يبعث للموقع ده المصار بتاع اسم المستخدم وكلمة مرور الموقع او الملقبات اللي هي الملقبات لما يذكورها هنا اصدوا السيرفرز الاتصال استخدام شبكة ويندوز للطلب اللي هاتفي يعني يعني لو انت عايز تستخدم بسبق التورك اللي عندك عشان تعمل اه تعمل اتصال بالتليفون فالاتصال ده هيبقى ايه خلط الاتصال عندك هتحط اسم المستخدم وكلمة المرور والحاجات اللي عندك محاولة الاعادة يعني لهذا عندما يجل تصل عندك لما يجل تصل بعد ان تضعوا الاتصال به يستخدم رقم به لانا اتصل به ولو انت تستخدم هذا ايضا الناس الذي أمانه قبل دونما يوجدون اصلا بعد ذلك يحاول اد الوقت من المحاولات يعني يحاول كم مرة هنا المفروض له الخصائر ان يفعاله يعني يقول لك يحاول كم مرة ونحاول 10 مرات كل مرة ما بينها وما بين اللي قبلها 30 سنة الأصوات خاصية ضريفة جدا لها ممكن يديني صوت معين عند فشل التحميل أو عند اكتمال التحميل أو عند بدء قيمة الانتظار أو عند توقف قيمة الانتظار أي حاجة انا بعملها ممكن اعملها صوت فأنا أقول له مثلا لما يحصل اكتمال التحميل أول ما تخلص اديني صوت هاختار الصوت مني عندي على الجهاز قم دخل جواب مني الكمبيوتر واجاب الصوت الذي أنا بحبه أي حاجة صوت أختارها وأم فرضنا مثلا أننا دخلت على هنا دخلت على ايه أنا معرفش الصوت عندها الجهاز آه ممكن اروح الديسكتوب الحاجات القرآن اللي احنا لسا نعملين بس هو عايز دوت ويف الحاجات اللي احنا نعمل هنا لازم الحاجة اللي انت هتحميلها الصوت دي دوت ويف فلو دخلنا على السي هنجيب له الويندوز ومن الويندوز هنجيب الميديا اهي هختار اي صوت من الأصوات اللي جاي مع الويندوز مثلا آآ الصوت بتاع ناس حاجة كبيرة يعني صوته طويل ويندوز صار طب فاقول له دغطتين خلاص وضعت عليه هقول له تشغيل عشان اشغل الصوت ده شوفه صوت عاجبني او لا هو حالا بيشغل الصوت لو حضرتك سمين وشعفت سمين او لا بس معنى كده ان هو بقى اول ما يخلص سيعمل الصوت فلو انا بعيد عن الجهاز اعرف ان هو خلاص او ما ارجع عبدأ في الدونلود اللي باعتين دي كلها امكانيات بتساعدني على الدونلود طب عند فسل التحميل ممكن يعملي الصوت جرس معينة او حاجة معينة برضه كان اللي اخترى من اي مكان عندي على الجهاز مثلا آآ الصوت بتاع رسايكل او معلم عليه بحيث ان هو اول اهةه يعمل لي صوت يفاهمني يعمل لي صوت يفاهمني ايه اه ايه اللي حصل يعني ايه ده الجهاز اه فشل في التحميل البابات ده وحبك تكيف ده وتحميله من اول وجديد ده الجهاز خلاص تحميل بمجرد الصوت فقط بعد ذلك عند العرض اظهر الفئات ممكن اقول له ترتب الفئات حسب الاضاءة حقا ملتفطها يعني عزب من دفتهم. يعني هز الا 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 هو يت Petit الوقت اللي فاضل حسب معدل نقل حسب اي حاجة من الهجات دي بتانتب الاشيطة الادوات ممكن اظهرها عملا اخیز النود الصورة que مثل الزبط بتاع الويندوز. طبعا كلهم مضافين. هنا ما فيش ولا واحد مش مضاف. لو انا عايز احزف واحد من حاجات اللي هنا. اللي هي الشروط الادوات دوات. حاجة منهم مدايقاني. هم عمل عليه وعمل له رموف. مثلا اخي بالصديق ده مدايق. اعمله رموف هيجي هنا ومشي هيبقى موجود عندي في البرنامج. اه بعد كده ازرار كبيرة. وعايز ازرار صغيرة كده ازرار صغيرة قدامي. بعد كده تخصيص قيمة عنوان ممكن اختار بقى قيمة اللي انا عايز. اللي عنداني اللي ظهر عندي ديت. هم اختار تاريخ الاضافة وحفظ الى والمحيل كل حاجات ده اقول له اه. فلاقي كل الحاجات المضافة. المحيل وحفظ الى وتاريخ الاضافة. اه. قد اكبرهم وصغرهم كده. اقف على على الفصل ما بينهم. ابدأ اكبر وصغر. لو حاجة فيهم مش حاجباني يا ام جاب عرضه ام قال تخصيص. هقول مثلا ان موضوع. الوصف ده ما همينيش في حاجة. فاتك عليه الوصف ده هو. اللي قدامي ده هو هيروح. الوصف ده هو هيروح. عسنا ابقى الوصف ده هيروح وهيفضل لحاجات اللي بعدين. العرض كمان اللغة عندي اللغات اللي بدعمها اه هي قدامي طبعا هميني الانجليزي والعربي. وقدل ما بينهم زي ما انا عايز. بعد كده التعليمات دي كلها مساعدة. ممكن اجيب المحتويات واعضة اقراف الانترنت ده ونود مانشر والبرنامج وبيعمل ايه وشغال ازاي واتس نيو الجديد في الفرجن دي هتو اه اللي دايما بلاقي في المواقف حاجات كتير او حاجة اسمها آآ يعني الاسئلة الشائعة يعني بسماها في العرب الشائعة او الاسئلة الاسئلة التي آآ تسأل باستمرار. خلاص? فالفريقونت آآ آآ من ضمنها هو كان الريجيستر. يعني ازاي اقدر اسجل عندك ويتفعلوكم الفلوس. فيقول لك عن طريق كذا وكذا 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 هتقدر بتفعيل. خلاص? كمان ممكن اعمل اخش على الاندكس ودور على حاجة معينة. بعد كده في التعليمات صراحة تعليمي. لو انا عايز كمان اتعلم. ده صراحة تعليمي بقى غير الاولاني بتاع الاولاني بيكلم عن البرنامج. بشكل عام ده بيعلمك خاص في البرنامج. بعد كده قد من انتظره الجدولة. لو انا عايز اعرف عنها حاجة كمان وتعلم فيها حاجات كمان. تعليمات اداة الامساك بيقول لي لما اجا استخدم اداة الامساك اللي اسمها باللغة الانجليزية. لما اجا استخدم اداة الامساك اللي هي بتعمل المشاييع وبتسايف المواقع الكاملة دي. اعمل فيه ايه? هتكده معلومة اليوم. كل يوم اعمل لي معلومة. ممكن معلومة المعلومة التالية. اذا لم تفهم احدى وظائف البرنامج اضغط على مفتاح اف واحد لعرض تعليمات البرنامج. كتب المصيح اضغط على اف واحد لو مش فهم حاجة. فلما اضغط على اف واحد هيجيب لك المساعدة بتاع البرنامج اللي احنا استعادناها حالا دي. دفع الشراح والتعليمات لحاجات دي. خلاص. اه تستطيع تصغير وتعطيل اشعار من خيارات التحميل. تستطيع كل حاجة تستطيع تعملها من خلال التعرف عليها من خلال معلومة اليوم. الموقع المصر والموقع الرسمي لو انت عايز تتوصل معهم تحديث سريع. لو انت عايز تحدث النسخة بتاعتك دي. انت اشارع النسخة منهم. فهم من نزلوا اه 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 حاجة احدث او اضافة على البرنامج. فانت تقول له تحديث سريع. حاول البرنامج لو انت عايز تعرف البرنامج وما مني الشخص الا اه ترجمه ولا اي حاجة او عايز تشتريه او عايز تبحث عن تحديثات كمان من هنا. اغبر صديق لو انت عايز تبعت لو عايز صاحبك تقول له اهو. هيفتح لك العودلوك اكسبريس اللي هو البرنامج الاصلي بتاع الاا اي ميل بتاع التعكم في الايميل او المضافق مع نسخة اه اه ده الا او لك لأي a Oneлекс الا اه برنامج رائع جدا لو انت عايز هتبعا تقوله ده برنامج ممتاز ومش عارف ايه هتبعا تقوله صاحبك وانوه برنامج ممتاز هنا هقوم حاطط ايميلي وهاه معامل للاه للانترنت ده ولك المة جيل له الموضوع يهمني ان انا اسبح بعد boards صاحبه تسجيل وسط الانترنت ولو كنت بسجل فعلا هتلاقي عندي الموضوع زي ما هو محزوف عندي خلاص اظن كده استعدنا كل الحاجات الحاجات باقي الباقي هنرجع بس من عرض هنا نكبر الزرائر ديت قوائم الانتظار سائر رأسية ولا التانية ديت ايقاف قوائم الانتظار سائر رأسية ولا قوائم الانتظار اللي هي فيها مزامنة دي اداة النمساك اللي هي انك تحمل موقع كله مع بعض وتستعدنا بتوصيل فيديو الاولاني دي اخبر صديق لو انت عايز تبعث ايميل لواحد صاحبك تقول له ده برنامج الانتظار ده برنامج جميل جدا انا يدت انك تستخدمه احنا نستعدنا كل الحاجات ديت فقط الجزئية اخيرة عايزين نتكلم فيها بالنسبة لبرنامج هنقوم جايبيني الانجليش بحيث ان احنا كمان نشوف الناس اللي بتحب تستعد البرنامج عن طريق اللغة الانجليزية هو هو نفس البرنامج هوا ما فيهوش اي حاجة بس بدل اضافة عنوان كتب لك اضافة عنوان بردك استكمال التحميل يعني resume stop يعني اقاف stop all يعني وقف كل الحاجات انت بتحميلها delete يعني عزم delete completed files يعني الملفات الخلصانة او تم تحميلها بالفعل احزفها options يعني خيرات الحاجات اللي احنا من استعرضناها قبل جده بس كلها باللغة الانجليزية فلس type save to download حاجات دي كلها ما فيهش حاجة يعني انت بس لو حافظ الكلام بالانجليزي مش محتاج اي حاجة دي قوائم الانتظار ده grabber اللي هو ده المساكلة وانت عيس في الموقع كله او اللي هو اسمها drop target اللي هي السلة اللي احنا من اعملها السلة اللي احنا من اعملها وانتشالت منها خلاص والفايل بردك نفس الخواص والدول نفس الخواص نفس الترتيب وكل حاجة سوى كل موضوعه speed limit اللي هو محدد السرعات نفس الخواص وكل حاجة بسنا استعرضناها باللغة العربية بصفة ان مدام اللي بنابك بيضع من اللغة العربية لماذا تستخدمهاش واللغة العربية بتاعته كويس انا فيه برامج جتناء اللغة العربية بتاعتها الترجمة سخيفة جدا ومستوها رضيء الا ان هنا هتلاقي الترجمة بتاع الانترنت ده ونود ماجر في كل نسخة الشركة بتاتمى بان الترجمة يكون مستوها كويس هو برنامج ما شاء الله يعني كويس شخص خلاص في حاجة اخيرة كنا استعرضنا في الفيديو الاولاني حاجة اسمها ان ده direct link يعني ايه direct link يعني اول مضط عليه يعمل لي download ما هفتح ليس صفحة جديدة ده فكرة ال direct link لو انا جبت احساب بتاعي فتحته طبعا هنا من موقع download اه موقع download موقع download يعني ايه اكتر الحاجات اللي احنا بعمل لها download فهو لك مثلا الفي جي اكتر حاجة احنا بنعمل من الناس بتعمل لها download فمعمول لها كم download واحد وتسعة ون عشرة يعني مليون وتسعمائة الف download معمول لبرنامج تمام برنامج الادوير برنامج الافيرة برنامج الـ كل البرامج دي برنامج الافاصل كل دي برامج بيعملها downloader دي كلها برامج الناس بتستخدمها في ايه بيعملها download وبيعملها download على موقع download ماشي بعد كده لو انا عايز مثلا برنامج بيعمل حاجة معين مثلا برنامج برنامج الـ ايو ديشنا حاجة اه صوفت وير تعليمي يعني برمجة تعليمية برنامج الـ امان اكون ضمن الجلاز بتعملها مش مختارة باختار التابويب من هنا اللي انا عايزها وقم داخل عليها لو انا عايز ابحث على برنامج وراح دماغي طبعا الويندوز ده الاعداد الافتراطي ممكن اقول له صوفت وير عشان او عايز ادورة كمان على صوفت وير الموبايل ولا حاجة بس الويندوز اهو وقم كتب البرنامج اي دي ام مثلا وقول له انتر فاقوم جايب لي الصفحة بتاعة الاي دي ام او مجايب لي في البرنامج برنامج الاي دي ام انا عارف وقلنا ايه سنقول لكمبيوتر ده سنقول لكمبيوتر قدامنا هول ده ده الموقع بتاعها او ده الصفحة ده القسم بتاعها وفولدر بتاعها لحساب بتاعي فانا ضغطت مسلا على اي واحد من دولت مسلا ده الموقع ده بقى يعني ما بدنيش لينكم باشر او او مثلا لو دخلت على تعلمه www.t3lamo.com يبقى لو دخلت على حسابي او دخلت على تعلمه هيديني بقى هنا ايه ده موقع شيرنج اللي هو اسمه فورد شيرنج يعني موقع انا بضغط عليه كده ويعود يقول لي استنى وقته معين انا مش هعملك دهوقتي لازم انت استنى او 23 ثانية لو انت لازم انت استنى هم دهوقت خلاص يبقى ده موقع مش لينكم مباشر بتاعي انه مستنى 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 حد ما يجب اللينك اللي هو يقول ليه click here to download او منقول لك click here خلاص يبقى انا هعمل download اه ده الانترنت download ممكن اعمله download شوفوا انما كده الانترنت download سبعة مليون خمسة انت خمسة فمعنى كده ان هو ايه في الاسبوع الاخير متحمل بس كام اه خمسة واربين ستة واربين الف مرة فده يوضح لك نوع برنامج ناجح جدا على مستوى العالم ووضعه وموقفه كويس كده ده تعلمه لو موقع تعلمه ده اه بيعملي تحميل مباشر اول مضغط على مقدم السلوه كمبيوتر ديت هيدونه انما هو ما بيعمل لي موقع تعلمه ما ما عملش لحد الوقتي تحميل مباشر لكن هيفتح للصفحة بتاعة اه ده الفكرة خلاص بيقول لك click here to download خلاص باول مضغط علي بقى هيعمل لي download بجد خلاص اقوله start download طبعا انا هنا اعمل اللغة اللغة لسه انجليزية طبعا اقول له cancel اللي يلغى الامر ارجع من هنا اقول له a view language اقول له طبعا يجب نقفل ونفتح اقول له اهلا وسهلا نقفل ونفتح براحك اهي يبقى ده الصفحة اللي فتح حالي من الصفحة التي قدت علمه اول ما اضغطت هنا فتح للصفحة جديدة ابعد من الصفحة الجديدة ادخلي عن حاجة تانية حاجة تانية حاجة تانية حاجة رابعة لحد ما وصل ان انا نعمل download ده مواقع لتشارك يبقى ده direct download ده download غير مباشر ده download مباشر او ال direct download او ال direct link اول ما اضغط عليه اعملي download وراح دماغي ده لو كنت محمل من على موقع كبير وضخم ونوسحة كبيرة ولو امكانيات كبيرة اه اظن كده احنا استعدنا كل اللي انا كان نفسي اقوله في موضوع download اه وارجع ان انا ما كنت شنسيت حاجة وارجع لو اي حد عنده سؤال ان هو يعرضي اسأل في الموضوع ده لان الموضوع مهم فعلا وارجع ان اكون قد افدت ولو بشيء بسيط في موضوع ده download وفي موضوع الافادة من برنامج internet download manager بالامكانيات الرهيبة اللي بيتحنى وبالتطورات القوية اللي بتعملها الشركة يوم بعد يوم اه شكرا لكم على عشت السماعكم ارجو ان اكون قد وفقت في شرح الانترنت download manager وارجو ان انا قد وفقت في السلسلة بشكل عام محدثكم ابراهيم عبد الحميد وعيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقا اشتركوا في القناة وبركات الاب兎 ليت pew uk focuses